يضعف وطاقم الطبي بمركز بييرو ماريكوري بالعاصمة الرعاية والاهتمام بمرضى السرطان طوال رحلة العلاج التي يحتاج فيها المريض مرافقة مضاعفة نحن نفعل 15 أو 20 مالذين في اليوم نحن نفاقل المكسيمون لكي لا يكون المشكلة نحن نفعله بسرعة التشخيص المبكر هو الحل في السرطان لخطر السرطان يفوت كي الدكلارة خلاص نحن ماذا بنا ماشي خلاص لكي العلاج بس احنا ماذا بنا الكشف المبكر العلاج يكون سهل دفوا من نحقوش العلاج الكيميوي ومن داخل هذا المركز تسرد قصص لمرضى السرطان منذ اكتشافه وصولا إلى التشخيص والعلاج قلت نحن نجوز هكذا وشوف مبادة دا طاوني داتلي زالاليسو كاملو وطبعت مليحو والحمد لله نجحتو طبعت احتل العملية الفحص وهادو كل الاسكانير والاخير ومبادة داولي بروغرام باشن بروغرامي واني بالعملية دعاء ثم الدعاء ثم الدعاء دا رحت درت عند طبيب هكذا بريفي هكذا داللي موموغرافي داللي راديو تا تلفزيون قال لي بلي عندك هذيك اللي قال لي بصحة باش نتاكدو حتى نديرو البيوفسي كدرت البيوفسي وكامل خرج لي بلي هذك المرض درت الاشيين وست خاطرات كامل ومبعد جيت الاسمول نحنا مصطفى باشا طاولي رون ديفو باللين اخر عندت تعلاني استيزي وبعد مول راسي عايضوا لي درت الجراحة والحمد لله لازم التشخيص المبكر المرافقة النفسية للمريض واحدة من الخطوة الاساسية في رحلة العلاج حسب المختصين لازم تكون التكيف النفسي الموافقة النفسية باش يكون تقبل والتزام باش ان شاء الله نوصلوا نتيجة ايجابية يبقى التشخيص المبكر لمرضي سرطان الحل الانجع والوحيد لرفع نسبة الشفاء خاصة في ظل سهرية الدولة الجزارية على مرافقة هؤلاء والتخفيف من معاناتهم وذويهم